بسم الله الرحمن الرحيم طريقة التقديم النهاردة على الابليكيشن بتاع الجريين كارت بتاع اللوتري بتاع الهجرة بتاع امريكا هو تعالى الموقع الموقع قدامنا اللي هو dvprogram.state.gov ده بتفتح الموقع بالمنظر ده بيزهر لك بتدوس على الحتة الخضرة دي اللي مكتوب فيها begin entry بيطلع لك الكود ده بتحطه زي ما هو ظاهر قدامك بالزبط بكل بساطة بالطريقة اللي انت شايفها دي بتحط الكود ايا مكان الكود لو قال لك عيده تاني بقى انت دخلت الكود غلط دخلوا بالزبط زي الشكل اللي انت شايفه تمام وحتخش على طول على الابليكيشن اول حاجة الفاملينيم هنعمل مثال علي انا هنكتب انا اسمي واقل اسامة عباس الصديقي فهيبقى الفاملينيم او اللاس نيم هيبقى الصديقي فهنكتب كده الصديقي ولازم نفس اللي موجود في الباسبور الفرست نيم اللي هو واقل وفي النص بقى هنكتب اسامة عباس او هنكتب كل اللي ما بين اسمك الاولاني واخر اسم في البطاقة تمام هننزل تاني حاجة على الجندر اللي هو الجنس هتختار ميل ولا في ميل نكتب هنا ميل ندوس عليها وبعدين نخش على الحتة بتاعة تاريخ الميلاد الشهر الاول هكتب زير وخمسة انا شهر مايو تلاتة وعشرين الف تسعمية تمانية وسبعين ده اللي هو تاريخ ميلادي فبتكتب ميلادك الشهر وبعدين اليوم وبعدين السنة بتكتب لهم انت اتولدت فين فبتكتب له المدينة اللي اتولدت فيها فانا هكتب اسكندريا الكزندريا نكتب كده الكزندريا انت كل واحد يكتب المدينة اللي اتولدت فيه وبعدين هتكتب البلد اللي اتولدت فيها فهي قائمة فيها كل بلاد العالم بتنزل تحت لغاية حرف الاي بتلاقي ايجيبت بالنسبة للمصريين بتلاقي ايجيبت طالما اتولدت في مصر بتختار ايجيبت وبتحطها انا لسه بدور اهو اهيت ايجيبت اهيت تمام وهنا بيقولك انت بتقدم مراءا على ايه على اساس ان انت مصري فدي انا سبتها زي ما هي يس ان انا البلد بتاعتي مؤهلة ان انا اقدم منها فبتعدي لكل الناس اللي مولدين في مصري يعدوا حيطة دي وتخش بعد كده على الصورة تمام هتفتح تلغط هنا تشوز اه نيو فوتو تختار الصورة تحطها الصورة بتطلع بالمنظر ده تتقبل وبعدين بتحط عنوانك اه العنوان باسم مين باسم واقل الصديقي طبعا هنحط عنوان فيك لان انا امريكي ما ليش اقدم فما حدش تواصل معي على المعلومات دي كلها فيك اه واقل الصديقي وبعدين نقول مثلا 28 شارع اه عمر بن الخطاب اي كلام اي اه اتحط بقى انت عنوانك اسمك وبعدين رقم الشارع الخط التاني من العنوان بكتب الدور والشقة فهنا هكتب اه خلاص عمر بن الخطاب عمر بن خطاب وبعدين هكتب هنا فلور مثلا 5 اللي هو اه يعني رقم الدور الخامس وبعدين اي بي تي اللي هي شقة اي بي تي اه عشرة يعني مثل دور الخامس شقة عشرة تمام وبعدين بتكتب المنطقة اللي هي التاون فهنا نقول مثلا نكتب سي دي بشر مثلا سي دي بشر في الحتة بتاعت التاون تمام سي دي بشر وبعدين نكتب الديستريكت او الكوني او الستيت بكتب سكندرية وبعدين بتحط الرمز البريدي او الزيب كود الزيب كود ده والرمز البريدي البريدي ده بتجيبه يعني يشوف انت منطقتك ايه وتجيبه من على جوجل عادي تكتب ما هو الرمز البريدي لمنطقة كزا في يوم تلعلك فخلينا احط اي خمس ارقام فنكتب مثلا ايه اي خمس ارقام وبعدين البلد بيقولك اختر البلد بقى اللي العنوان ده عليها ده العنوان اللي هيبعتلك عليه لو فوست ده العنوان اللي انت ساكن فيه فعلا مش عنوان البصبور ده عنوانك فعلا الحقيقي تكتب عنوانك اللي انت موجود فيه حاليا وكتبت مصر بعد كده انت عايش فين دلوقتي كتبت مصر برضو دي كانت رقم 9 وبعدين بتحط تليفونك مصر طبعا زائد 20 اللي هو الكود الدولي وبعدين بتكتب مثلا اي رقم تليفون اللي هو رقم تليفونك انا طبعا بكتب اي ارقام لان انا جماعة بوريك مثال بس انا مش بقدم تمام وبعدين بتحط الايميل بتاعك بتحطه مرتين اول مرة تحط الايميل بتاعك هنا الصديقي مثلا ايه جيميل طبعا ده مش ايميلي برضو عشان ما حدش تواصل معي عليه الصديقي ايه جيميل وبترجع تعمله تاني بترجع تعيده مرة تانية تحته هو هو وتكتب تاني الصديقي او تكتب الايميل بتاعك الصديقي ايه جيميل دوت كوم فيبقى حطيت عنوانك وحطيت تليفونك وحطيت الايميل بتاعك وحطيت اسمك زي ما هو موجود في البسبور بالزبط تمام وانت مش محتاج بسبور ولا حاجة يعني نفس علشان تكسب هنا بقى بتحط التعليمك كل الناس تختار يا جماعة هاي سكول دبلوما الا لو انت معاك مثلا جامعة فانا هنا معايا بك الريوز فانا كتبت ايه يونيفورسي ديجري او مؤهل جامعي هنا الحتة بتاعت نجوز ولا وضعك ايه انا كتبت مارد المطلق يكتب والاولاد يكتبوا يعني حيفتح لك بقى الاولاد انت حط اولادك هنا كام عدد الاولاد صفر والدوس كونتينيو لازم تشوف الصفحة دي انه ساكسيس وجالك الكونفرميشن نومبر اوله عشرين واربعة وعشرين وهي دي طالما شفت الصفحة دي بقى انت كده قدمته الف الف مبروك تحتفظ بيها لشهر خمسة اللي جاي موسيقى